الإبداع الإبداع ده يعني أنا وأنا بشوف كل مشهد بفتكر الوقت اللي كنت بشوف فيه المشاهد ده ده رصد للتاريخ المصري وللمجتمع المصري والعربي على مدار سنوات كثيرة جدا الحقيقة من غير الإبداع مش عارف إزاي المجتمعات تعيش لذلك ليس من المستغرب إطلاقاً إحنا نفرد عدد من الحلقات لمناقشة قضية هامة جداً واكتشفنا أنها هامة جداً جداً عندما طرحناها وهي قضية الإبداع والرقابة اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيوفي النهاردة الفنانة الكبيرة إلهام شاهين أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً بيك أستاذك شرفتين ومشكلة على تلبيت الدعوة شكراً وأيضاً الأستاذة هالة خليلة المخرجة الكبيرة أهلاً وسهلاً بحضرتك أستاذة إلهام حضرتك طلبتين وإحنا بنناقش الحلقة أي وأنا ما حابتش أسألك قبل الهواء بس أسألك على الهواء إيه اللي خلاكي تطلبينا وإحنا بنناقش موضوع الرقابة والإبداع حسيت أن عندي كلام كتير عايزة أقوله في الموضوع وقعدة مستفزة يعني عايزة أتكلم المسألة اللي أنتو طرحتوها مسألة مهمة جداً 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 الفن ده يعني هو فعلاً اللي بيشكل وجدان الناس وهو اللي بيؤثر في تفكيرهم ممكن يغير مجتمعات تماماً وممكن يرفع مجتمعات في السماء يعني في ناس في دول مثلاً نقول هوليود هي هوليود مهمة بحجم الفن العظيم مثلاً اللي عندهم في بلاد كتير تحب أنها يرتفع شأنها من خلال الفن أنا بشوف مقياس التحضر لأي دولة بمستوى الفنون عندها والفنون بشكل عام أنا مش بكلم عن الفنون بس كتمثيل أو إخراج أو فيلم أو سينما لا ومسرح وإذاعة وأغنية ورسم فن تشكيلي وموسيقى وتلحين ما أعتقدش أن فيه مجتمع هيقدر هيش من غير الفن والفن لازم يبقى فيه لازم نتنفس لازم يبقى فيه حجم حرية واسعة ما ينفعش نتحجم ما ينفعش نحس أننا مضغوطين ما ينفعش أحس أن كل موضوع أقول آه ده الرقابة هترفضه أو ده هيعمل مشكلة بلاش في الآخر أنا لقيت أن حسيت أن أنا لازم أتوقف هو إيه اللي مسموح به الكوميديا أو الأكشن لو ما تكلمناش في مواضيع هامة مواضيع فيها سياسة أو فيها دين أو فيها جنس اللي هي الحاجات المحرمات يعني طب هنتكلم في إيه هدحك أو هعمل أكشن طب أنا كإلهام شهين لا أنا معرفش أقول أخترع إفهات ممكن نشتغل في عمل كوميدي هو مكتوب كوميدي الله يرحمه مثلا أستاذ وحيد حامد كان يكتب موضوع جد جدا وتضحك من خلاله من المواقف بس دلوقتي الواحد مش بيلاقي الكلام ده بسهولة ومش هعمل أكشن لأن أنا لا هتير في الهوى ولا هكسر عربيات ولا هضرب طب أنا هعمل إيه مطلوب مني أنا هعمل إيه بعد تاريخي الطويل ده عديت الميت فيلمه فوق الخمسين مسلسل ومش عارفة كم وعشرين مسرحية طب أنا عندي تاريخ أنا بحترمه جدا بس أنا عايزة أكمل أنا مش عايزة أتوقف وبزعل من اللي بيطلع يقول خلاص كفاية أعتزل أنا بقول يا رب الآخر يوم في عمري بس ربين يديني الصحة وأن أنا أفضل لآخر ثانية بقدر أدي ويكون عندي عطاء وأدي للفن